السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل حل اسئلة مع بعض السؤال الرقم 10 بيقول لي سلك طوله 2 متر بديني الال بتاع السلك وكثافة مادته رو مش رو اي ده دي كثافة اللي كان بتساوي الكتلة على الحج 7000 كيلو جرام لكل متر مكعب فاذا كانت مقاومة الار 2 اوم ومقاومة النوعية اللي هي رو اي احسب الكتلة هو عايز الكتلة طالما عايز الكتلة هجري جري على القانون اللي بيقول لي رو بتساوي م على في على الفوليوم ده يؤدي لان الام تساوي رو في الفوليوم الكثافة في الحجم طب تعالا نبص مع بعض الكثافة موجودة عندي 7000 كيلو جرام لكل متر مكعب الحجم بيساوي ايه الحجم هجيبه من قانون المقاومة مش انت عارف ان الار المقاومة بتساوي رو اي في ل على ايه ايوه عارف برافو عليك طب ايه رأيك نضرب فوق في ل واضرب تحت في ل انت بتضرب فوق في ل وتحت في ل ليه عشان اجيب الحجم تحت اخيب رو اي مضروبة في ل تربيع على الفوليوم طيب ممتاز جدا ينفع نعمل اعادة ترتيب لهذه المعادلة او نعمل طرفين فوسطين او سميها زي ما تسميها يعني كاني هجيب الفوليوم مكان الار وانزل الار مكانها يبقى انا عند الحجم بيساوي الحجم الفوليوم بتاعه هذا سلك هيساوي الرو اي في ل تربيع على الار كل الحاجات دي موجودة عندك تقدر تعوض عيادة خالص الرو اي بعشرة وستسالي بستة ضرب الال تربيع باثنين تربيع والار قيمتها اتنين بالقلل حسبة او تختصر او تعمل اللي انت عايز تعمله يبقى انت كده جبت الفوليوم بتاعك او الحجم بتاعك بيساوي كام بيساوي اتنين ضرب عشرة وستسالي بستة متر تكايم انت كده جبت الجزء اللي كان مجهول في القانون اللي احنا كدبينه فوق وبالتالي يكون الكتلة كتلة هذا السلك تساوي اما بتساوي الرو مضروبة في الفوليوم يعني هتساوي سبعة الاف مضروبة في اتنين ضرب عشرة قس سالي بستة يعني هتساوي زيرو بوينت زيرو اربعتاشر كيلو جرام ودي الكتلة و هي اللي كانت مطلوبة معي تمام سؤال رقم 11 بيقول لي سلك من معدن حجمه بالدين الحجم اللي هو الفوليوم ومساحة مقطعه بالدين الاي ومقاومته اعطاني الار احسب تبصلياته الكهربية عايزين السجما طب ما انا عارف ان السجما بتساوي واحد على رؤي واصلا الرؤي بتساوي ايه الرؤي بتساوي R في ايه على ال يعني انا لو قلبتها بقى انا كده جبت السجما ادي السجما هتساوي ال على R مضروبة في ايه ده القانون اللي انا هستخدم جميل جدا تعال نبص كده في المعطيات اللي عندي انت عندك ال L لا ما عنديش ال L تعرف تجيبها طبعا اعرف اجيبها كويس جدا تعال نجيب ال L مع بعض ممكن لو احنا خدنا خط كده عشان نرتب المكان تمام طب ايه رأي حضرتك لو انا قلت لك ال فوليوم عبارة عن ايه ال فوليوم هتقول لي عبارة عن مساحة في طول صح؟ يعني الطول هيساوي على المساحة جميل جدا يعني الطول هيساوي اللي هو من الدهون الاتنين ده اربع عشر قص سالب اربعة على المساحة اللي هي اربعة ده اربع عشر قص سالب خمسة تطلع بالقل الحسبة بتاعتك خمسة متر يبقى انت كده جبت مين يا رئيس جبت طول هذا السلك الطول موجودة والمقامة الموجودة والمساحة موجودة تقدر تجيب التوصيلية الكهربية بتاعته نعوض في القانون بق بتاعها سيجما هتساوي اللي هي بتساوي خمسة متر الار اللي قيمتها وان بوينتو فايف اوم المساحة اللي هي اربعة ضرب عشرة قص سالب خمسة بالقل الحسبة بتاعتك تطلع واحد ضرب عشرة قص خمسة ما تنساش وحدة القياس اوم وستسالب واحد في متر وستسالب واحد مقلوب المقاومة النوعية سؤال رقم اتناشر بيقول لي ايه سؤال رقم اتناشر بيقول لي سلك مقاومته بيديني مقاومة السلك ار احسب مقاومة سلك من نفس المادة يعني كأن هذه وهو عايز من نفس المادة طوله ضعف طول السلك الاول يعني ال اتنين يساوي اتنين ال في الحالة الاولى ومساحة مقطعه ضعف مساحة مقطع السلك الاول يعني اتو تساوي اتنين ايه وان جميل اوي تعالى نبص كده مع بعضها هنعمل ايه يعني انا عايز دلوقتي ار اتنين على ار واحد زي ما حلنا قبل كده في مسائل الار اصلا بتساوي ايه يا مدير ايه واب رفعليك رو اي في ال على ايه مضروبة في المقلوب بتاعت الار التانية ايه على رو اي في ال طالما اللي فوق الكسر دوت اتنين يبقى هكتب هنا رو اي ال اتنين اتنين اللي تحت واحد يبقى هنا اي واحد ال واحد فيهمت الحركة ديت ياريت تتدرب عليها عشان اسهل طريقة ديت طالما نفس النوع يعني الرو اي زي ما هي تتشال مع بعض وبعدين نعاوض بقى عادي تعاوض عادي خالص اشيل ال ال اتنين واكتب بدلها اتنين ال واحد على اشيل ال اتنين واكتب بدلها اتنين اي واحد ضرب اي واحد على ايه الله واحد خلي بالك كل ده هيختصر مع بعض ويدينا ايه هده ال اي واحد مع ال اي واحد وال ال واحد مع ال ال واحد وال الاثنين مع ال اتنين وتدينا واحد يعني ايه الكلام ده مستر هو عايز قيمة المقاومة ر اتنين قوله طب ما انت عندك ان الر اتنين في الحالة دي هتسوي ار واحد عشان ضرب طرفين protestين يعني واحد مضروبه في ار واحد والأر واحد أصلا بتسوي 200 قوم يبقى أنت كده جبت مقاومة السلك الثاني اللي بنفس الموصفات اللي قال لي عليها في المسألة سؤال 13 سؤال 13 بيقول لي لديك سلكين A و B من نفس المادة من نفس المادة يعني الرؤية ثابتة تمام من نفس المادة طول السلك A ضعف طول السلك B يعني L بتاعت السلك A تساوي 2L بتاعت السلك B فإذا كانت النسبة بين مقاومة السلك A إلى مقاومة السلك B النسبة يعني R A على R B بتساوي 8 ونص قطر السلك A 4 ملي متر نص قطر السلك A يعني L R بتاعت السلك A بتساوي 4 أربعة ده أربعة عشرة والسسالة بثلاتة عشان أحولها للمتر احسب مساحة مقطع السلك B عايزين المساحة بتاعت السلك B بتساويك يلا بينا يلا بينا كده نفكر مع بعض ونشوف هنعمل ايه اكيد انت حفظت القانون بقى خلاصا زهقتك من القانون ده بتاع النسبة يعني اللي هو الرؤية في L دول بتعملين السلك التاني اللي هو اسمه B طب من نفس المادة نفس المادة يعني ايه نفس المادة يعني الرؤية تشيال مع الرؤية جميل جدا طب ما تيجي نعوض بالمعطيات اللي بالدهاني يلا بينا نعوض كده مع بعض اللي ايه بتساوي اتنين اللي B صح ايوة صح والA عبارة عن buy R تربيع ادي الباي والR بتاعت السلك ايه اللي هي اربعة ده اربعة عشرة قصة سالب ثلاثة الكل تربيع كل ده مضروب فيه مساحة السلك بي اللي انا عايز ما نعرفهاش لسه على L B هنقدر نختصر حاجة تاني ها نقدر نختصر ال L B دي تروح مع ال L B وخلي بالك ان ال R A على ال R B الراجل من الدهاني بتساوي تمانية تعالى نكتب المعادلة تحت كده يبقى ال R A على ال R B بتساوي تمانية الطرف اليمين اللي تبقى منه تبقى اتنين A B بتاعت السلك B على B مضروبة فاربعة فعشرة أس سالب ثلاثة الكل تربيع كده عندك مجمول واحد اللي هو اسمه يا رئيس اللي هو اسمه A B تقدر تعمل اعادة ترتيب للمعادلة وتجيب قيمة A B يبقى A B بتساوي شرط تكسر الثمانية الثمانية مضروبة في الباي يعني ادت تمانية مضروبة في الباي اللي هي ثلاثة بوينت اربعة عشر مضروبة في الاربعة ضرب عشرة أس سالب ثلاثة متر تربيع لو انت مش متعوض على الضرب بنقطة يعملها اللي هي علامة الضرب العادية اللي انت متعوض عليها يبقى دي كده مساحة السلك التاني سؤال اربعتاشر فضل لنا ثلاث اسئلة ان شاء الله في الحلقة دي اتنحل لهم كده مع بعض على طول عشان نبدأ في الدرس التاني في الحلقة الجاية ان شاء الله رب العالمين سؤال اربعتاشر بيقول لي سؤال اربعتاشر بيقول لي سلكاني من نفس المد نفس الموضوع طول السلك التاني ضع في طول الاول تمام طول السلك التاني بمكتب الكلام الجميل ده ال اتنين تساوي اتنين الواحد وقطره يساوي نص قطر الاول مش نص قطر القطر بيرمز لك رمز دي او يبقى دي اتنين تساوي نص دي واحد جميل احسب النسبة بين مقاومة السلك الثاني الى مقاومة السلك الاول لان عايزين R2 على R1 بتساوي كم هو عايز النسبة دي طب ايه رأيك نسهل على نفسنا الموضوع شوية ممكن اقول ايه يلا نقول ايه مع بعض ممكن اقوله هنا كده على جنب اقوله بفرض انا هفرض ان دي واحد اللي هو قطر السلك الاولاني يساوي اتنين متر حد شريك يفرض ويعمل زي ما انت عايز عايز يفرض اتنين متر تلاتة متر خمسة متر طب ده معنى ايه معنى ان نص القطر بتاع السلك الاولاني بيساوي واحد متر ده الفرض اللي احنا فرضين طب ما هو اقيل لك يا مدير ان دي اتنين نص دي واحد يعني دي اتنين هيساوي نص دي واحد اللي انا فرضتها باتنين يعني هيساوي واحد متر طب وار اتنين في الحالة دي هتبقى ايه نص قطر السلك التاني ار اتنين تساوي نص متر انت كده تقدر تشتغل صح احنا كده ماشيين بالطريقة العلمية يعني في التفكير هو طالب مني ار اتنين على ار واحد هتساوي رو اي في ال اتنين على اتنين مضروبة في ايه واحد على رو ايه في ال واحد صح كده صح ان شاء الله رب العالمين الرو ايه تروح مع الرو ايه وتعوض بالقيم موجودة عندك وانت زي الايه زي الفل هيساوي هشيل ال اتنين وقت بدلها اتنين ال واحد على المساحة اللي هي باي ار تربيع يعني باي ار اتنين بكام بنص تربيع مضروبة في ايه واحد بتساوي ايه باي في ار واحد تربيع يعني واحد تربيع مقسومة على ال واحد خلاص كده المسألة ايه اتحلت وبقت زي الفل ال واحد مع ال واحد وال باي مع ال باي وال ال الحزبة بتقدي بقية المهمة باي ريس بمنتهى النجاح يعني هيطلع لك ان ار اتنين على ار واحد بتساوي تمانية على واحد دي النسبة بتاعتك ما النسبة بين مقامة السلك التاني لسلك الاول يعني ار اتنين على ار واحد تساوي تمانية على واحد او بتساوي تمانية اوكي سؤال رقم خمستاشر سؤال خمستاشر بيقول لي سلكاني من مادتين مختلفتين ده كده بدأ يغير لي في ايه شباب بدأ يغير في الرؤي تمام يعني الرؤي بتاعتهم مختلف طول الاول ضعف طول التاني يعني الل بتاعت السلك الاولاني تساوي اثنين ال اثنين اوكي ونص قطر الاول ضعف نص قطر التاني يعني ار واحد تساوي ونص قطر الاول ضعف يعني اثنين ار اثنين تمام ومقاومة الاول تساوي مقاومة الثاني يعني R بتاعت السلك الاولاني تساوي R بتاعت السلك التاني احسب النسبة بين المقاومتين النوعيتين لهم يعني احنا عايزين نجيب رؤي بتاعت السلك التاني على رؤي بتاعت السلك الاولاني بتساوي كام احنا عايزين النسبة دي طيب يلا بينا نشتغل كده ونشوف نوصل مع بعض لو جينا بصينا انا هبدأ من قانون دوت انه هو R1 تساوي R2 R1 اللي هي R بتاعت السلك الاولاني في L1 على A1 تساوي R2 R E للسلك التاني في L2 على A2 طب ما تيجي نعوض مع بعض تعال نعوض مع بعض رو A1 مضروبة في L2 على A1 اللي هي بتساوي R1 تربيع يعني 2 تربيع R2 تربيع يعني مكننا مضروبة في 4 R2 تربيع كل اللي انا شلته شلت R1 خليتها R1 تربيع R1 تربيع عبارة عن ايه؟ عبارة عن اتنين تربيع في R2 تربيع 2 تربيع ب4 R2 تربيع بR2 تربيع تساوي رو رو E بتاعت الحالة التانية مضروبة في L2 مقسومة على باي R2 تربيع شل الحاجات اللي شابه بعض كده يلا R2 والبي مع R2 والبي L2 مع L2 خلي بالك احنا كده خلاص جبنا المطلوب هيبقى رو E للسلك الاول على 2 اختصرت 2 مع 4 دلتين اتنين تحت في المقام هتساوي رو E بتاعت السلك التاني على واحد مفيش حاجة جنبها ولا فوقها ده كده معناها ايه؟ معناها ان رو E واحد على رو E 2 تساوي 2 على واحد او ممكن تقلبها والاجابة صحة في الحالتين يعني يبقى كده احنا جبنا النسبة بين كثافة النوية للسلك في الحالتين سؤال 16 سؤال 16 السؤال الاخير معنا في الحلقة النهاردة ان شاء الله رب العالمين طولت عليكم معلش بس لازم تستحمل ازاكد انت في سنوية عامة يعني بيقول لي سلكاني من النحاسي ان النحاسي طول احدهم 10 متر هذه ده L بتاعت السلك الاولاني وكتلته ديت M بتاعت السلك الاولاني 0.1 كيلو جرام وطول السلك التاني اللي هو L2 40 متر وكتلته اللي هو M2 تساوي 2 من 10 كيلو جرام قارن بين مقاومة L2 عايزين R1 على R2 مقاومة 2 على R1 مقاومة مقاومة 0.2 كيلو جرام خلي بالك ان انا هستخدم الحجم الفوليوم بتاعت السلك الاولاني بيساوي M1 على كسافة السلك والفوليوم بتاعت السلك 2 تساوي M2 على الكسافة بتاعت السلك ليه عملت كده عشان هنحتاج لهم دلوقتي يلا بينا نشتغل كده ونحل معه بعض هو عايز ايه عايز R بتاعت السلك الاولاني على R بتاعت السلك التاني هتساوي انت حفظت القانون انت زقت منه اللي هو R E في L على A بعد السلك الاولاني وخلي بالاكم الاتنين من النحاس ضرب E اتنين على رو E في L اتنين بتاعت السلك التاني وبعدين الحركة اللي انت عرفها هشيل الرو E مع الرو E وبعدين هضرب هنا في L واحد وتحت في L واحد وهضرب الناحية التانية في L اتنين وتحت في L اتنين عشان اجيب الحجم واجه الوليوم اللي انا هستخدمه ده هتبقى المعادلة بالشكل دوت L واحد في L واحد هيديني L واحد تربيع على A واحد في L واحد تديني الفوليوم بتاع السلك الاولين ضرب A اتنين في L اتنين في L اتنين تديني الفوليوم السلك التاني على L اتنين في L اتنين ب L اتنين تربيع انت تقدر حضرتك بقى ديت انت دخلت كده بتحل رياضيا يعني يبقى R واحد على R اتنين هتساوي L واحد تربيع يعني بعشرة تربيع وعندك L اتنين تربيع يعني باربعين تربيع دول هيبقوا مضربين في فوليوم اتنين على فوليوم مناحد خليها دلوقتي عشان ما لقبطك للفوليوم بتاع الحالة التانية على الفوليوم في الحالة الاولى خلي بالك عشرة تربيع على 40 تربيع دي بالقلب بتاعتك يطلع يطلع كام يطلع واحد على 16 يعني ساو واحد على 16 مضربة في فوليوم اتنين اللي هو M اتنين على رو قسمة يعني حاولها الضرب وقل بالكسر اللي بعدي قسمة فوليوم واحد يعني حاولها ضربة على M واحد انت كده خلصت خالص راجع الفيديو براحتك كده وتعرف انا عملت ايه طيب في الحالة ديت هيبقى الار واحد على اتنين هتساوي واحد على 16 مضربة في M اتنين بكام زيرو بوينت اتنين على M واحد بكام زيرو بوينت واحد كل ده تضربه في الخلط اصد تضربه في الالة الحزبة يطلع لك واحد على تمانية ودية النسبة المطلوبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة